السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يعطيكم العافية يا شباب أنا المهندس محمد خليفات من مدرسة بواد السير المهنية الشباب اليوم رح أقدم لكم شرح للجزء الثاني من المهمة لوحدة المواد الهندسية المثال الشبيه اللي أرسلت لكم إياه اللي الكل بدي إياه إنه يهتم فيه وينظر إله بشكل حتيث طبعا أنا اليوم رح أعتبر حالي طالب زي زيكو وأعمل بريزنتيشن أو عملت بريزنتيشن وخلصت اللي هي عرض تقديمي بوربوينت ورح أعرض لك إياه الآن طبعا إحنا متفقين جدا إنه هذا الجزء الثاني من المواد الهندسية اللي هي الوحدة رقم 6 مين مقدم مقدم مني طالب محمد خليفات ياريت تتعلموا مني كيف أنا بنشئ عرض تقديمي كامل متكامل يحتوي على جميع الأمور اللازمة طيب خلينا نبدأ أول شي أنا بعدت لك الواجب اللي هو كان عنوانه التحقق من الاختيار والاستخدام المستدام للمواد الهندسية وأشكال التوريد حلو؟ طيب هذا الشبيه إلو طبعا إحنا رح يكون واجبنا يوم الأحد رح يتم رساله بشكل رسمي رح يكون عندكم موجود على الأوفيس تمام؟ الشغل رح يكون عليه بمدة زمنية محددة اللي بتجاوز هاي المدة رح ينتهي تقييمه وما رح نعطي مدة زيادة طيب السيناريو أنت مهندس تعمل لدى شركة تصنع لتصنيع لتصنيع دراجات محلية وطلب منك ومديرك تحقق من عملية إنتاج دراجة تحتاج أثناء التحقيق إلى تحديد المواد المستخدمة وتأثيرها المحتمل على البيئة يجب عليك أيضا تقديم اقتراحات لتقليد التأثير بيه واختيار أنسب أشكال التوريد للمواد الموجودة في الدراجة يعني أنت مهندس بدك تعمل هذه الدراجة تشوف شو المواد اللي منتجوا منها تشوف شو المواد الأحسن للاستدامة الأحسن للبيئة كيف أنا بدي أقلل أثر تصنيحها للبيئة كل هذه الحيثيات اللي أصلا تم شرحها على الدهتة شوبي آخر مرة الجزء الثاني من المواد الهندسية من الوحدة وحتى كيف إحنا بدنا نعالجها ونعملها إلى آخره طيب بالبداية أنا يعني انتقلت من العنوان إلى مقدمة يجب أنك أنت تكتب مقدمة بفهمك للسيناريو بشكل جيد عن أنه أنا كمهندس مختص أقوم بالاستعداد لتنفيذ مهمتي في شركة تصنيع للدهجات حيث أنني أدرك أهمية التحقيق التوازن بين الإنتاج الفعال والحفاظ على البيئة هذه المقدمة من عندي سأقوم بتحليل المواد المستخدمة في عملية الإنتاج وتقديم اقتراحات لتقليل الأثر البيئة بحثا عن أفضل أشكال التوريد والمواد المستدامة كما تعلمت أكيد طهي هذه هي الدراجة التي اخترعتها أو اخترتها أنا اخترتها الدراجة بتدبر دراجة من عند مطعمة صفور بتروح بتجيبها من بهتك بتشوف دراجة أنت عندك صورها بدك تصور الأجهاء اللي بدك تشوفها أنك تشرح عنها كل هذه الحيثيات أنت بإمكانك أنك تبدع بأفكار جديدة وتخلق يعني شغلات موجودة يعني لكن أنت تصورها بطريقتك الخاصة وهذا الإشي اللي أنا بدي أشوفه ما بدي لكل نفس السيستم تمام؟ أو نفس النظام طيب المواد والمكونات الرئيسية لتصنيع الدراجة الخاصة بي أنا بدي أشوف دراجة بتلاحظ هنا مثلا يجب أن أكتب ملاحظات مهمة يعني أنا بدي أوضح كل الملاحظات أنت الآن راح تستخدم العلم الموجود معك بالكتاب وتحاول تعلق عليه وتحاول تحط إشي أنت بتقرير خاص إلك بعرض تقديمي خاص إلك أنا مش شرط أني أستخدم هاي المواد اللي أنتو شايفينها لكن راح أحكي عن معظمها طيب شوف أنا الآن شو المواد التي اخترتها بدي أحكي فولات ممكن أحكي أنه وألمنيوم هذولة ممكن يخصوا الهيكل تمام؟ البلاستيك المقوة أو آلياف الكربون اللي هو ممكن هذولة يكونوا يخصوا الستيرينج والأشياء الموجودة عليه تمام؟ مثل المقابض أو البريك البوليمر اللي هو البطاط بدي أحكي أنا تحديداً عن الإطار تمام؟ مش الجنط الإطار تمام؟ طيب لو بدي أحكي عن الفولات الفولات يستخدم في هياكل الدراجات تؤثر عملية تعدين الفولات على البيئة بشكل سلبي من خلال استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات الضارة الآن أنا بإمكاني أني أفوت على الفولات هذا طبعاً الفولات بشكل خاص يمكن اختياره تمام؟ مثلاً متوسط الكربون لأنه قوي صلب ومغناطيسي صح؟ هذا من خصاصه طيب هذه المعلومات وين موجودة؟ موجودة بوحدة ستة بالجداول تمام؟ يمكن اختيار شكل التوريد للمعدن مثلاً عملية البثق هي عملية يتم فيها دفع المعدن في قالب للتغيير أشكاله أنا وضح ثلاث أمور ليش اخترت فولات؟ شو ميزته؟ كيف شكل توريده؟ صح؟ طيب الألمنيوم يستخدم في الأجزاء الخفيفة والمتينة من الدراجات يمكن تحقيق استدامة أكبر من خلال استخدام الألمنيوم مع تدويره تمام؟ يمكن اختيار الألمنيوم أفضل وذلك لأنه خفيف الوزن ومنخفض الكثافة وأقل مقاومة للتأكل وقابل للطرق طيب مين الأحسن؟ الآن؟ فلاء؟ ولا الألمنيوم؟ It's your choice هذا خيارك أنت حر رقل بالدكياء لكن أنت بتشوف مثلا أنه الألمنيوم أحسن ليش؟ لأنه يمكن عدد تدويره ويمكن تكلفته بالتصنيع عقل هذه رح أوضح لك إياه بجدول لقدام يمكن المقارنة فيها تمام؟ لكن اللي بيهمني الآن أنك أنت حددت وقارنت وانت قدرت تتحدد ثلاث شغلات لكل مادة يمكن تقليل تأثيره البيئي عن طريق استخدام البلاستيك المعاد تدويره أو البلاستيك القابل للتحليل الحيوي ويمكن استخدام ألياف الكربون لأنه خفيف الوزن ومقاوم للحرارة ولكن مكلف ويؤثر في تصنيعه على البيئة طيب البوليمر المطاط اللي هم العجال طيب العجال اللي هم الإطارات فقط مش الجنط اللي جوه تستخدم البوليمرات في صناعة الإطارات كماده الرئيسي لإنتاج المطاط المستخدم في صناعة الإطارات طيب هذه البوليمرات شو بتمتاز بالمرونة متانة قوة ليش بيجعلها مادة مثالية لصنع المطاط المستخدم في صناعة الإطارات كما تساهم البوليمرات في تحسين خصاص الإطارات مثل الثبات الجانبي والتحمل والاستقرار يمكن الاستخدام عملية القولب من اشكال التوريد منذكرين بتعقق من منتج مادة الفصل الاول اخذناها في اشي اسمه القولبه بمكانك ترجع للكتاب الكترونيا بمكانك اللي بده الكتاب يبعثلي ببعثلي ما في مشكلة الكتاب اذا موجود عندك بعرف اغلبكو سلم الكتاب لكن يعني بمكانك انت تلاقي مصادرك حتى من الانترنت وتذكر من وين جبت مصدرك ما في مشكلة وما بدي تعجيك بكل بديات رتيب شايفين اصطر الكتبتن مش 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 رسائل كبيرة طيب انا شو حكي لك جملة صغيرة تحتونا توجد البوليمرات في ادسامنا وفي طعامنا ولباسنا وفي المنتجات التي نستخدمها وبدونها لن تكون حياتنا حياتنا كمان عرفها هذي مقول لوجود البوليمر واستخدامه بشكل اساسي بحياتنا فانا بمكاني اني اوضح واشوف وين استخدام اي شيء بحياتنا والنقطة الرئيسية اللي بدي احكيها كمان انه انا لما بدا اجي اختار منتج معين يجب انه انا يعني اوضح جميع المقارنات بانه هذا احسن من من المنتج اللي انا بدي اختاره يعني فولاذ والمنيوم ليش فولاذ ليش الامنيوم ليش بلاستيك ليش مش الياف كربون وهكذا وشو الاضمة للبية والاحسن كيف انا يمكنني عمل جدول لمقارنة ايضا واوضح لماذا لم يعني اختار المادة طيب المادة الامنيوم الاستخدام في الانتاج تم اختياره انا بدي اختاره ليش او الاستدامة يمكن اعادة تدوير المزايا خفيف الوزن مقاوم بالصدر طيب ممكن واحد يجي عندي هون ويذكرني مثلا خانة رابعة او عندي هون مثلا يعمل جدول رابع او خامس ويحكي لي العيوب طيب مش ممكن انه الامنيوم ينثني او ينطعج مثلا عيوبه مثلا ما بتعرف بس البلاستيك تم اختياره يمكن اعادة تدوير صح خفيف الوزن قابل التشكيل شو ممكن يكون العيب الفولاء لم يتم الاختيار انا ما اخترت الفولاء يمكن اعادة تدويره قوي عاليه ما تاني لكن تصنيعه مكلف العيوب تمام الخشب لم يتم اختياره يمكن عادة تدويره متين قابل التشكيل تمام بس ليش ما اخترته ده حط خشب طيب الكربون او الياف الكربون لم يتم اختياره يمكن عدد التدوير خفيف الوزن قوة عالية تمام طيب شو العيوب اوكي يمكن تحقيق استدامة المواد من خلال ثلاثة خطوات رئيسية في تقييم الدورة او دورة الحياة للمنتج طيب هذه موجودة بكتابك وانا اخدتها لخصتها وعطيتها بطريقة الخاصة لما احكي لك استخراج المواد الخام ومعالجتها انا لما افكر بانه انا بدي اصنع اي منتج بالكوكب بدي انا افهم شو استخراج المواد الخام ومعالجته يجب تحديد المادة والخام ومعرف التأثير بيئ لها هذه النقطة مهمة تصنيع المنتج او هندسته وتعبئته واستخدام المنتج على الشركة او العميل او مي مكان تحديد المواد المستدامة واستخدامها في عملية الانتاج تمام الان للتخلص من المنتج بعد عملية الانتاج يمكن تحسين استدامة المنتج النهائي من خلال تصميمه بطريقة تسهم في تقليل استهلاك الموارد وانتاج النفايات ننتقل للنقطة الرابعة مثلا هذا السلايد انا حب اشرح الكو عن الدراجات ليش احنا منشوف انه الدراجات منه وسالمهم من النقل وشو ميزتها تقليل انبعاثات الكربون من النقل العيوب عند استخدام مواد خام غير مناسب لتصنيع الدراجات يكون ضرر التصنيع على البيئة كثيرا بالاضافة الى التكلفة المرتفعة كيف يعني هاي النقطة طيب انت اخترت دراجتك انها تتصنع من الفولات طيب انت حكيت انه الدراجة هي بتقلل من انبعاثات ثاني كسيد الكربون يعني انت ما بتطلع بسيارة مشان تضر البيئة بتطلع الدراجة منه بتكسب صحتك بتكسب حياتك صح لكن الدراجة لما تصنعت اثرت على البيئة فهمت علي طيب ننتقل لكيف احنا بدنا نقلل من تأثير البيئة لعملية انتاج الدراجة اعادة التدوير استخدام مواد قابل لاعادة التدوير واعادة الاستخدام تحسين كفاءة الانتاج كيف تقليل استهلاك الطاقة والموارد تمام لتقليل النفايات التوعية كيف انا بده وعي تقليل مبعاثات الكربون من النقل تقليل استهلاك الموارد الطبيعية طيب كيف يمكنني التحسين او انا كيف بدي اخترح طيب الاختراحات او التوصيات وع فكرة هذا جواب على احدى المهمات الموجودة عندك كيف يمكن تقليل التأثير لعملية الانتاج اول اشي استخدام المواد المستدام مثل المعادة التدوير والبلاستيك القابل للتحليل الحيوي تحسين عمليات التصنيع وتوريد التقليل النفايات والسلاك الموارد الطبيعية الى اخره باستخلاص مفهوم اللي هو العناصر الثلاث وادارة النفايات وهذا الموجود بكتاب كله هي عادة الاستخدام تقليل النفايات وعادة التدوير واسهبنا بالشرح فيه ووضحنا لكل شكل كيف انا بامكاني ان اعمل هذه العملية تمام بنهاية الامر بشكركوا جميعا بتمنى منك انك حتى لو ما فهمت تعيد الفيديو مرة ومرتين وثلاث بدي تكون طريقتك الخاصة بدي صورك الخاصة بدي كتاباتك الخاصة بتمنى تعملوا بالبيت يعني يكون كل هذا الامر نابع منك ما بدي تدخلات واعذار غير مقبولة الان انت وصلت لمرحلة كبيرة هيني الان انا بساعدك قاعد بسدللك قاعد بعملك تمام هذا كله بدي يثمر بالنتيجة الصح بالجواب الصح ما بدي تخبيصات طبعا النقطة الاخيرة اللي بدي اوضحها اليك كمان انه انا بدي اذكر مصادري والمراجع اللي استخدمتها انا استخدمت الكتاب المدرسي انا استخدمت موقع اخدت منه مقالة كيف البوليمرات غيرت وجه الكون اخدت منه كلمة اخدت منه حرفين اخدت منه جملة تمام موقع مقالة بعنوان ما هي سلبيات دراجة الهوائية اي موقع انت بتستخدمه بإمكانك تحط بهذا الشكل تمام فبتمنى يا اعزائي بينكم انتم تنظروا للواجب بانه شيء جدي ما تيجي بدك تخلص وبدك اخوح وخلص هذا يحسب بعلاماتك فركز مشان تقدر تحقق كل المعايير اللي بتوصلك لامتياز خلي عينك دايما على الاهلي تمام والعلم مفيد وما في اي شخص ممكن انه يعني ما يكون قادر على تحقيق الامتياز اكيد كلكم بتقدروا وانا بدي اخوكم تسيروا فبالتالي بدي اخوكم تتعبوا على حالكم بهاي الجزئية تمام شباب واي سؤال اي استفسار يعني ان شاء الله انه نقدر نفيدكو بس الواجب هذا والفيديو هذا وضح كل شيء كل شيء تمام وكله انه وديروا بالكو حالكو وان شاء الله انه يكون يعني يفايد لكم